الوضعية شكرا لجمهور الاتحاد بصراحة فنيا من كان أفضل اليوم؟ لا أشوف الكفة متساوي بين اثنين والتعادل عادل بأمان ليش؟ لأن فيه تحفظ كبير جدا من المدربين فيها اليوم فيه شراسة في اللعب فيها قتالية في اللعب ترى لا أحد يقول والله نتيجة صفر لكن فيه اليوم فيه يعني تشوف صرار ساعد المبارات الحكم حكم أفريقي نشوفنا اليوم التحامات كثيرة صح نتعطل اللعب في تقريبا شط ثاني أكثر تقريبا من 30 إلى 35 فاول في المباراة هذا يعطيك مؤشر أن هناك فيه كتالية فرض الملعب لكن المدربين بالنسبة لي ما عرفوا يتعاملوا مع المباراة جيدا ليش؟ لأنه كل فريق له أوراق مهمة جدا كهجوميا استراتيجية لعب تكون اليوم تباغة الفريق الآخر لكن دفاع الفريقين اليوم كانوا بالموعد بأمانة كانوا يعني سواء في الشباب أو في الاتحاد ونتكلم على جمال بالعمري كان قاعد كبير جدا اليوم في دفاع الشباب بالإضافة إلى الثنائي اللي في نادي الاتحاد اليوم كانوا قاموا بدور كبير جدا الشوت الأول أعتقد أنه استنزف اللاعبين بشكل كبير شد عصبي شد تكلم على جهد بدني والدليل أنه في نص الشوت الثاني شفنا بعض اللاعبين عندهم شد العضلي وهذا إذا التقلصات العضلي تتجي نتيجة الجهد والتلاحم ساعد فيه تلاحم قوي اليوم يعني في المباراة أنا أعجبني هذا الأمر لأنني أنا أحب المباراة اللي يكون فيها شراسة في اللعب قوة قوة بدنية التحامات ما في مساحات هذا أدى إلى اللي هو التمييز هذا أدى إلى غياب المهارة ما شفنا مهارات اليوم شفنا كور مقطوعة من الجانبين فالمباراة لا إيجابيات ولا سلبيات ولكن بما أني أنا مدافع اليوم أنا مبسوط على الأداء فواز القرني حارس نادي الاتحاد ماذا قال عن المواجهة